يعني هو قضية العاطفة الحقيقة يعني لا تقتصر على الشأر النص الأدبي عموماً أي نص أدبي سواء كان قصة أو رواية أو عمل مسرحي أو حتى خارج يعني في اللوحة يجب أن يكون العاطفة أن تكون حاضرة ولذلك الإحساس أو هذا الجانب الروحاني الجانب الانفعالي إذا صح التعبير يجب أن يكون حاضراً في أي نص أدبي مبدأ وهذا ما وجدته أيضاً حتى في النصوص القصصية المولدة عبر الذكاء الاصطناعي الحقيقة يعني في الإحساس موجود أكثر من الإحساس حتى الخيال يعني أعطيك مثال بسيط كان يعني إثار دهشتي في الحقيقة في بداية تعامل مع الموضوع كنت طلبت منه قصة يعني فيها شخصية رجل فقد ذراعه في الحرب فبدأ يكتب ومن ضمن الأشياء يعني مهد للشخصية فيقول فأقبل مرزوق بكمه الفارغ المتدلي لم يقل إنه فقد ذراعه لكنه عبر عن ذلك كنائياً مسألة الكناية هذه يعني قضية مهارية من جهة وقضية لها علاقة بالخيال من جهة أخرى إذن يعني عبر عن فقد الذراع مع أن التعليمة كانت مباشرة أنا أريد شخص فقد ذراعه لكن هذه الفكرة نقلها إلى مستوى آخر من مستواها المباشر الظاهر السطح إلى مستوى المجاز ومستوى الخيال وهذا بمبادرة منه دون أي توجيه من قبلي يعني قدم مثلا نأتي إلى قضايا العاطفة لديه أيضا قدرة في مجال القصة القصيرة على أن يضع الشخصيات في مواقف تبدو في جانب الانفعال منسجمة تماما مع السياقات النفسية والسياقات المحيطة بالشخصية فهو غاضب في لحظات الغضب وهو حزين في لحظات الحزن